بص معي كده بيقولك أن ميز الله تعالى الإنسان بالعقل يعني ربنا ميزنا عن الكائنات الأخرى بالإيه؟ بالعقل برافو عليك أو إنسان ربنا ميزه بالعقل عن باقي المخلوقات وحثه على التفكير والتدبر ده كمان ربنا طلب منك إنك أنت تفكر وتتدبر دايما هتلاقي القرآن أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ حتى ربنا هو طالب منك إنك تفكر يبقى ربنا سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن الكائنات الأخرى بنعمة العقل ونعمة التفكير ومش بس كده ده أمرك كمان إنك أنت تشغل موخك ده وإنك تفكر طيب يقولي ويعد التفكير نشاط عقلي راقن يعني التفكير ده نشاط راقي جدا ومش أي حد بيفكر خد بالك الإنسان المفكر حاله ومستقبله أفضل مئة مرة من الإنسان لازل لا يفكر فالتفكير أو مهارة التفكير أو عملية التفكير هي مهارة عقلية راقية مش أي حد يارف يعملها تمام يعكس فيه الإنسان الواقع الموضوعي يعني كمان أنت لما بتفكر لما تيجي تقولي يا ميس أنا بفكر بتفكر في إيه؟ بفكر في الواقع بفكر في مستقبلي بفكر في دراستي بفكر في الامتحان بفكر في الدرس بفكر هاكل إيه؟ هروح هركب إيه؟ هشرب إيه؟ هذكر إزاي؟ يبقى إيزاً؟ الشخص المفكر هو تفكيره عبارة عن تفكير موضوعي يعكس واقع الحياة تمام طيب ما معنى التفكير؟ طبعاً أنت بتسألني بقى كده يعني إيه تفكير؟ أو أنا أسألك إيه هو التفكير؟ يعني إيه تفكير؟ طيب فيه تعريفات كتيرة للتفكير يعني أتذكر كده في الجمع ما خدنا التفكير أنت كان ليه أكتر من أربعين تعريف للتفكير تعريفات التفكير كتير جداً بيقولي هناك عدة تعريفات للتفكير ولكن هو هياخد تعريف محدد كده بيقولي أن التفكير هو إيه؟ التفكير هو إدراك العلاقات فممكن نعمل دايرة على كلمة العلاقات طبعاً أنت يعني فاتح معايا الكتاب برافو عليك وباصس معايا بيقولي أن التفكير إدراك للعلاقات بين عناصر موقف معين زي إدراك العلاقات بين المقدمات والنتائج العلة والمعلول السبب والنتيجة وده اللي بيواجهه الإنسان لما ييجي حل مشكلة معنا تعالي نشوف تعريف التفكير بيقولي هو إدراك العلاقة بين العناصر زي إدراك العلاقة بين السبب والنتيجة لو جيت مثلاً قلت لك إيه؟ أن المعادن تتمدد بالحرارة برافو عليك إذا أخذناها دي في قولة سنوية في الكيميا والحاجات يبقى المعادن تتمدد بالحرارة تمام تعرف تطلع مين هنا أو فين هنا السبب وفين النتيجة هتقولي السبب هي الحرارة طيب الحرارة عملت إيه؟ النتيجة بقى إيها؟ تمدد المعادن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا